منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وخلال خمسة وعشرين عاما وجه الحكومة بتقديم قانون للعفو العام ليشمل أشخاص يمنحهم العفو الملكي فرصة بدء حياة جديدة فالتوجيه الملكي للحكومة بالسير بمشروع قانون العفو العام جاء تزامنا مع مناسبة اليوبيل الفضي ليعكس هذا القانون مفهوم الهاشميين في الحكم المبنية على التسامح الساعي لحماية المصالح الوطنية ولتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتقدمة للأردن وقيادته الحكيمة والتي تؤكد إسهاماتها على مسيرة التسامح والمحبة والتعاضد بين أبناء الوطن النابعة من محبة واحتواء جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي الواحد مشروع القانون الجديد للعفو العام سيكون شاملا لجميع الجرائم الجنيات والجنح والمخالفات التي ارتكبت حتى تاريخ معين يحدده القانون ثم سيتم استثناء مجموعة من الجرائم التي هي على درجة عالية من الجسامة والخطورة كجرائم الإرهاب، جرائم التجسس، جرائم الخطف، تشكيل الجمعيات الغير مشروعة جرائم مرتبطة باستخدام الأسلحة النارية والفرقعات فهذه الجرائم كلها لن يشملها قانون العفو العام الجديد طبعا وأكيد قضايا المخدرات في هذا السياق طبعا قانون العفو العام عندما يصدر سيؤدي إلى إلغاء الجرائم والعقوبات المترتبة عليها لكنه لن يؤثر على الحقوق المدنية والشخصية بمعنى ستبقى هناك الالتزامات بذمة المحكوم عليه حتى بعد استفادته من قانون العفو العام الفئات التي ستستفيد من قانون العفو العام هم الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام نهائية قطعية بمعنى الأشخاص اليوم في مراكز التوقيف والإصلاح وحيث يتم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العام عند دخول قانون العفو العام حيث التنفيذ وأيضا الأشخاص الذين اليوم في عليهم قضايا منظورة أمام المحاكم بمعنى هناك ملاحقين أمام المحاكم الجزائية حيث سيصدر القرار عن المحاكم المختصة والمدعين العامين بإسقاط الدعوة لشمولها بقانون العفو العام إن العفو العام يشكل معالم السماحة والعفو الذي ينتظره الكثيرون من أبناء الشعب الأردني مما يساهم في بث عنوين التسامح والانتماء ويساهم في رفعة المجتمع الأردني المتكافل والمتضامن من عمان أحمد الدعاجة التلفزيون الأردني